أننا لن نسمح بتمرير أي اتفاق بسم الله الرحمن الرحيم على مدار شهور العدوان الصهيونية على شعبنا في قطاع غزة ومرور المفاوضات لوقف إطلاق النار في محطات متعددة وأكدت الحركة في كل مراحل هذه المفاوضات المسؤولية الكاملة والجادة والمرونة المطلوبة التي توصل إلى اتفاق رغم كل ذلك ورغم المعيقات وفي ضوء ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة حول هذه المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا وإنجاز صفقة تبادل للأسرة وأمام سلسلة المراوغات وفصول الخداع التي يمارسها نتنياهو للتهرب من هذا الاستحقاء والتي أصبحت مكشوفة تماما أمام الجميع للوسطاء وللإدارة الأمريكية وأمام الرأي العام العالمي وحتى أمام الجمهور الصهيوني فإننا نؤكد على موقفنا الواضح الذي قلناه مرارا وتكرارا ونلخصه فيما يلي نؤكد تمسكنا بما تم التوافق عليه بعد إعلان الرئيس الأمريكي بايدن نهاية مايو أيار الماضي وقرار مجلس الأمن رقم سبعة وعشرين خمسة وثلاثين ووافقت عليه حركة حباس والفصائل الفلسطينية في الثاني من تموز يوليو الماضي وعليه فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا شاملا للعدوان على شعبنا الفلسطيني وانسحابا كاملا من قطاع غزة بما فيه محور فلادلفيا ومعبر رفح وحرية عودة النازحين إلى بيوتهم بحرية ودون أي عاقة أو أي تفتيش وإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وصولا إلى إنجاز صفقة حقيقية وجادة لتبادل الأسرة إننا لسنا بحاجة إلى أوراق جديدة وأي مقترحات جديدة من أي طرف كان يجب أن تبحث بشكل أساسي في إلزام الاحتلال وحكومته الفاشية بتنفيذ ما تم التوافق عليه لا العودة إلى نقطة الصفر ولا الدوران في ذات الحلقة المفرغة التي تحقق مرادة وأهداف نتنياهو لتحقيق أهدافه بالاستمرار بعدوانه على شعبنا بل وتوسع العدوان لتحويله إلى حرب إقليمية تحرق المنطقة بأكملها وتزعزع استقرارها وتدمر مقدراتها ومستقبلها لقد وصل الجميع حول العالم لقناعة واضحة حول أسباب تعطل مصار المفاوضات ومن هو الطرف المعطل للاتفاق والذي يسعى بشكل مستمر لإفشال جهود التوصل لاتفاق إما بارتكاب المزيد من المجازر أو وضع شروط جديدة وهذا ما أكده مؤخرا الرئيس بايدن نفسه قبل يومين بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لإتمام الصفقة وهو موقف وإن كان خجولا ومتأخرا إلا أنه يشخص المسألة بشكل واضح ويشير إلى مسؤولية حكومة المتطرفين الفاشيين الصهاينة عن تعثر هذا المسار وليس الأمر فحسب بل إن الشارع الصهيوني يشير بأصبع الاتهام إلى نتنياهو وفريقه الذي يعطل السفقة ويعطل الاتفاق ويوقف ويعطل كل المسارات للوصول إلى الاتفاق وهنا لا بد من التأكيد أن سياسة التصعيد العسكري وارتكاب المزيد من المجازر من قبل العدو الصهيوني للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالقوة قد ثبت فشلها وقد أدت وتؤدي إلى فقدان المزيد من الأسرى لحياتهم إما بالقصف الصهيوني أو إطلاق النار المباشر على يد جنود الاحتلال كما حصل في الشجاعية والنصيرات وغيرها إن على الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن إن أرادت الوصول فعلا إلى صفقة ووقف لإطلاق النار وإنجاز هذه الصفقة بشكل جدي وفعال عليها التخلي عن انحيازها الأعمى للاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لهذه الحكومة الفاشية وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا وهو ما وافقت عليه الحركة يوم 2 تموز الماضي استنادا لرؤية ومشروع بايدن وترحيبا بقرار مجلس الأمن وفي هذا السياق نؤكد أن قيادة حركة حماس ومن خلفها الفصائل الفلسطينية قد باشرت بالتواصل المكثف مع الوسطاء وعدد من الدول في الإقليم وخارجه لتوضيح موقف الحركة وحالة مسار المفاوضات وما يواجهها من تعنت ومراوغة وتعطيل من نتنياهو وحكومته الفاشية إننا نؤكد لشعبنا الفلسطيني الثابت المرابط الصابر أننا لن نسمح بتمرير أي اتفاق ينتقص من حقه في وقف هذا العدوان الهمجي أو يعطي الشرعية لأي وجود صهيوني على أي بقعة من أرض قطاع غزة أو يضع قيودا على عودة النازحين إلى أماكنهم وديارهم دون قيد أو شرط وتحقيق الإغاثة الحقيقية الفاعلة وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة للتبادل الأسرى جادة وحقيقية إننا نوجه تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني على صموده الأسطوري الذي تحطمت عليه كل المخططات مخططات نتنياهو الفاشية كما ونشد على أيدي مقاومتنا الباسلة من كافة فصائلنا المقاومة وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام ونثمن بطولاتهم وإرادتهم القوية الفولاذية التي تبنى على إيمان عميق بحقنا وقدرتنا وحقنا في أرضنا وحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الأدوات والوسائل أينما كان ونعاهدها ونعاهد شعبنا على الصمود والثبات على طاولة التفاوض وفاء لدماء شعبنا الزكية واستجابة لمعاناته وآلامه على طريق تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته